السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله رحلة الطيران فرنسا الجزائر اخبار سيئة للاشتات الاخبار تتبع بعضها البعض وليست متشابهة بالنسبة للاشتات وتترق باي اخبار عن الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر احيانا تكون الاخبار الجيدة واحيانا السيئة سيئة تماما للجزائريين في فرنسا الذين انتظروا الراحة في سعيهم للعودة الى الجزائر في الواقع لا تريد الرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر بالتأكيد تحقيق احلام المغتربين الجزائريين وكان الجزائريين في الخارج ليس لديهم مشاكل كافية قررت الحرب في اوكرانيا اضافة المزيد ادى الصراع الروسي الاوكراني الى ارتفاع حاد في اسعار الكويروسين وهو ما يعقب بوضوح شركات الطيران هذا الاخير يمرر هذه زيادة تلقائيا الى اسعار التذاكر مما يثير استياء العملاء فرنسا الجزائر نحو الرحلات جوية باهضة الثمن في الواقع ارتفاع سعر الكويروسين هائل ولا يمكن لاي شركة طيران انت تحمي الهدون زيادة في اسعار التذاكر خاصة وانهم عانوا من اغلاق الحدود لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا في فرنسا تجد الشركات نفسها عالقة بين زيادتين زيادة اسعار الكويروسين وزيادة الضرائب وبحسب البيانات التي نشرتها الصحافة فقد ارتفع سعر الكويروسين بنسبة 30% في شهر واحد هذه زيادة هائلة بالنسبة لشركة الطيران خاصة في الرحلات الطويلة حقق نظام المراقبة الذي انشأته المديريات العامة للطيران المدني نتيجة مقلقة وارتفعت اسعار التذاكر في فبراير 3% للرحولات الداخلية و7% على الشبكة الدولية هذا كبير بالفعل وللاسف سيستمر الارتفاع وفقا لتنبؤات زيادة الاسعار بنسبة 5% على الاقل بين فرنسا والجزائر نقطة صحيح ان زيادة في اسعار التذاكر ستكون اكبر في الرحلات الطويلة سوف تتجاوز 8% لكن حتى الرحلات الجوية المتوسطة المدى لن تستثنى من ذلك مثل الرحلات بين فرنسا والجزائر سوف يحققون ارتفاعا بنسبة 5% على التذاكر لكن وثقا للتوقعات فان زيادة الضرائب في فرنسا تسبب ايضا في زيادة اسعار تذاكر الطيران وهذا سيمنح الخطوط الجزائريات ميزه على منافسيها الذين يخدمون خطوط فرنسا والجزائر وبالتالي ستكون شركة الجزائريات قادرة على تقديم اسعار اكثر جاذبيات من خطوط تران سافية والخطوط الجوية الفرنسية وخطوط اياتي السؤال الجوية وفاولين الجوة